وخلال اجتماع مجلس الوزراء تمت الاشارة الى جهود الدولة في التوسع في استخدام احدث التقنيات ومضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي وتمت الاشارة الى انه بدءا من شهر سبتمبر المقبل ستكون كافة اجهزة التابلت التي سيتم توزيعها على الطلاب الثانوية العامة من انتاج مصنع شركة سامسونج العالمية بمصر مؤكدا ان ذلك يعد ميزة كبيرة لدن كما استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الصورة النهائية للاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات تمهيدا لاطلاقها واشار رئيس الوزراء الى ان هذه الاستراتيجية تأتي في اطار ادراق مصر للاهمية الكبرى لقطاع السيارات في تحقيق مستهدفات التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية فتأسيسا على القدرات والبنية التحتية الحالية ستثبت مصر نفسها كبوابة رئيسية في سوق السيارات الافريقية الناشئة اشتركوا في القناة